اشتركوا في القناة وفي قراءة سريعة لأسماء الوفود المشاركة يبدو أنها ستمثل جانبا واحدا من المشهد السوري لأسيما وأن 95% من الحضور هم من الموالين بشكل علني للنظام والقلة المتبقية مما لم يعرف لهم موقف واضح منه حتى الآن يبدو أن جمع القوى المشاركة في هذا الحدث لن يكتمل كما كانت تريده موسكو فاصطدمت مساعيها بموقف معظم قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعتها موقف لم تغيره التحذيرات الروسية العسكرية من تداعياته على الأرض وما زاد من صعوبة الموقف الروسي مقاطعة الإدارة الذاتية للمؤتمر نتيجة معارك عفرين شمال حلب أعمال المؤتمر تنطلق باجتماعات تنظيمية مع الوفود بشكل منفصل تحضيرا للحوار العام لمناقشة مسودة البيان الختامي والمتضمن 12 بند قريبة من تلك التي قدمها المبعوذ الدولي إلى سوريا سيفن ديمستورا سابقا والمتعلقة بالدستور والانتخابات على أن ينتهي الحوار بالتصويت عليها وتبنيه لاستخدامه لاحقا كركزة أساسية في جينيف وحتى تتوائم أخرجات مؤتمر سوتي مع ما تشتهيه موسكو فقد ساغت وثيقة له تنص على ضرورة تشكيل جيش وطني يعمل بموجب الدستور وأن تلتزم أجهزة الأمن بالقانون وحقوق الإنسان وتوفير تمثيل عادل لسلطات الإدارة الذاتية أمر تراه المعارضة محاولة بائسة من روسيا لإبعاد الغموض الذي يحيط بالمؤتمر وعدم امتلاكه أجندة واضحة للحل والإصرار على تلميع الأسد مجددا